عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعه الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة من بينها زيارة نظيره الفلسطيني محمد أشتيا لمصر حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك كما تطرق مدبولي خلال هذا الاجتماع أيضا إلى نتائج المهمة لعدد من الأنشطة الرئاسية والتي تشمل مشاركة رئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث الأزمة الراهنة في السودان فضلا عن استقبال رئيس السيسي المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي خلال هذا الاجتماع أيضا أشاد مدبولي بافتتاح رئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة مشيرا إلى رسائل المهمة والقوية التي تضمنها أحاديث الرئيس السيسي خلال الافتتاح لسيما فيما يخص دعوة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعذين والحرص على تذليل جميع المعوقات أمام حركة الاستثمارات